أعود لكم مشاهدينا والاستكمال هنهار اللي مثل ما حكيت عنه بالمقدمة إنه رح يكون نهار طبي إذا فينا نقول أكان على الصعيد النفسي أو على الصعيد الجسدي بهمني هلأ استضيف معي دكتور راي هاشم هو نائب رئيس جمعيتهم هلأ أكيد رح يشرح لنا شو معناته وهو بروفيسور واختصاصي بالأمراض المزمنة والمعدية وعنده أهم مركز للسرطان بالعالم تحديدا بهيوستن دكتور أهلا وسهلا فيك بلبنان أولا بلدكن اللي بيشتاء لخبراتكن اللي بيشتاء لحضوركن اللي فرحان إنه عندكن ما يكفي من الأصالة والحب لحتى ترجعوا لترابوا رغم إنه نحنا منعرف دول برة قديش محترم الإنسان قديش عملت له قيمة وكرامة على صعيد إنسانيته وعلى صعيد إختصاص فأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكون وأنا بتشكر النورسات اللي استضفتني بهالحلقة هاي الحلوة يا أهلا وسهلا فيك أنا بروفسير كما قالت بالإنفكشيز ديزيز بأمدي أندرسون كانسر سنتر واجينا على ابنان مشان دعوي كتير مضطرين عليها تنساعد الإنسان المعزب تلبية لنداء الإنسان المعزب نعم والجمعية اللي نحنا منتزمين أنا منتزمنا عند الجمعيات بس الجمعية اللي يجينا فيها هلا نعم هي الهوم هوم هلس أوتريتش في المدل إيست نعم وعلى مين فوكس هو شفاء الإنسان اهتمام بكون الأول شفاء الإنسان نعم لأنه شفاء الجسدي وحده ما بيكفي حلو فينا نعطي الشخص حبتين فناضول ميديكال سطوهيل بس الشفاء الروحي هو الأبلي حلو وإيماننا بالرب هو بيخلينا نقدر نمشي بهالانتشار والمحبة اللي معنا والإيمان والددكيشن أن الساكريفايس كل إنسان بيعمله تقدر يتوصل حلو كتير حلو كتير نسمع هالحكة من طبيب وكننا عم نحكي أنا وياك بها النقطة تحت الهوى اليوم الناس بغض النظر عن أنه ربنا وضع العلم بين إيدينا لنتقدمه لنتطور لأنه الرب هو بحد ذاته معرفة بس حلو كتير لما تسمع طبيب لا يعتمد على علمه فقط وعلى سواعده إنما بيعتمد على سواعد الرب كتير حلو هالكلام دكتور نحن نتميز بالطبيب الأول طبيب بالعالم هو سانت لوك كان الطبيب يلي تابع رسالة المسيح نعم ونحن نتميز فيه كمواضل لإلنا نمشي على خطاء نعم والإيمان بالرب هو اللي بيقدر خلينا نعمل هالحملة حلو بدون الإيمان ما نقدر دكتور دكتور خبرني هالجمعية أين ما تتأسست؟ الجمعية تأسست 1990 نعم ومن أطباء بأميركا لبنانيين وأطباء عرب نعم ونحن فكرنا إن الأمريكين أعطونا موديل إنه بروحوا بكل اللي بنتشروا بالعالم كل اللي يساعدوا الناس حلو ليش نحن كلبنانيين وكعرب ما من نحضر ونروح على الدول نحن كنكون الانتشار ننتمي لقلع نحن نكون المنتشرين اللي بنساعد الناس بإبلدنا حلو كتير يعني المعرفوا يجمعوه إذا فين يقول بالدول العربية إنه يكونوا متآخين مع بعضهم طبقتوا أنتوا ببلاد الغربي حلو إذن أنتوا مجموعة أطباء لبنانية وعرب موجودين بها الجمعية بتشكلوا طاقم وفريق هالفريق هدفوا خدمة الإنسان بالبلاد اللي أنتوا بتنتموا لقلع اليوم موجودين حضرتكم بلبنان وبأميركا عنا منتشرين بـ 11 مدينة والسنتر تابعهم هي بـ هستن تكساس هذا المركز الرئيسي وبالدول العربية عنا انتشار بـ 11 دولة حلو وكلهم من بلشي من الهراء سوريا لبنان إيجب موريتانيا سودان جوردن يعني 11 بلد عربية يعني إجمالا إذا ما بدي أقول كلهم منكوبين ولكن كلهم بيعانوا بمكان معين كلهم بيعانوا بمكان معين أو إذا مش هلهم بيعانوا يمكن عندهم لاجئين عرب نعم وبكل بلد من هالبلاد أسسنا نحنا كلينيك سيبتي وبعدين كلينيك متنقلة نعم سوى العيادات المتنقلة بس يشوفوا البايتين بيبعضونا الكلينيك السيبتي ونحن عنا بلبنين كلينيك سيبتي هي بالفنار اسمها ألبس هوم كلينيك نعم بس نحنا نيجي وفيها كمان عيادة نقالة بس وقت اللي أنا بنيجي هون بالمأجينة هلأ نعمل عدة ضيعة وكل الناس اللي منشوفون نبعثون إذا بدون كرونيك تشوفوا بالكلينيك بالفنار بالعيادة السيبتي إذن عندكم عيادتان لحتى نوضح للناس اللي عندكم عيادتان وحدة متنقلة وحدة ثابتة السابتة موجودة بالفنار والمتنقلة بتبرم على الضياع مثلا هلأ وين صرتوا بارمين ولا بعد ما بلشتوا جولتكم هذه خلصنا الجولة مبارح آه خلصتوها مبارح يجينا بأوغست فور بلشنا أولا نهار بأربع قيب لك التاريخ كمان بأربع قيب نحن على عين سحلتا نعم نعم هونيكي تقلك الجروب اللي جبناه جبنا الجروب عشرة حكمة من أميركا وممرضات وممرضين حلو وصلنا على لبنان واتصلت بكل الجمعية الطب لبنان ويبعطولي تلميذ لأنه منها تلميذ يشوفوا هالخدمة الحلوة حلو كتير حلو كتير وكل دكتور أميركاني بده يكون معه بقدير الترسليتر يكون معه تلميذ منها تلميذ أربع تلميذ ثلاث تلميذ سو كل يوم إيجا معي خمسة وعشرين تلميذ من كل الجمعية الطب اللي بنين نعم وكل النهار بيتغيروا سو بالحملة كل اللي عملناها فرص لناس تجدد بالحملة كل اللي عملناها إجينا 150 تلميذ تركوا معنا وشافوا هالعمل اللي عم نعمل والعمل الخيري اللي بيكون إنه الروح الإيمان الموجود أول شي بعدين العمل الطبي والعمل الروحي نعم عم نشوف مشاهد منهم على التليفزيون نعم وبهالوقت أنا بذكر إنه نحنا برمتوا حضرتكم بعين سحلتها نعم بعد أن سحلتها رحنا على برمينا نعم من بعد برمينا رحنا على زحلي حلو هذا كان بـ 8 8 8 بعدين بتسعة أيب رحنا على الضمور حلو خدمنا الناس بالضمور وبعدين من بعد الضمور رحنا على بينوا عكار وكان كتير الأستباب تعبنا كتير هونيكي إجينا 250 بيشن طبعا لأنه منطقة مهملة بشكل كتير كبير نعم ومن بعد عكار خلصنا الحملة بيحمينا حلو حلو إذا إحصاء للناس اللي شبنيهم بالحملة كلها 1200 شخص نعم نعم الله يقويكم دكتور يعني الرقم مش هين بس صدقا أكيد بعد في ناس موجوعة وعم بتعاني ويمكن مصر لفرص يعني تتخبر عنكن أنكن متواجدين كيف بتعملوا اليوم الترويج لمجيئكن لحتى أكبر عدد من الناس يكون عنده علم بمجيتكن بكل منطقة بيطلبوا مننا نيشي نعم الخدمة أها المناطق هي اللي بتطلب المناطق بيطلبوا منها ببرمينا الكنيسي والبلدي نعم كل منطقة فيها النيس بيطلبوا مننا نعم ومنقلوا نحن شو جايبين معناك الـ نحنا كدنا معنا كل الـ مش إنه وحدة بس أنا مثلا في عنا صحة عامية يعني بتبلغوا البلديات أو الكنيسة اللي طالبوا تكون شو التخصصات الموجودة معكم كل التخصصات متين نعم كلهم من البيدياتريك للصحة عامية النسائي حلو حكيم الجلد حكيم العيون من كل الاختصاصات وأكيد كان ضمن العيادات النقالة يمكن أو حتى ضمن العيادات الخاصة عم بيكون عندكن أدويات توزعوها على الناس هايدي اكشي مصد لأنه من قبل مسارة الكيرسي كنا نيجي نحنا نشتري من الصيدليات نعم هلأ كل الأدويات بسبب الأزمة والغلاب وتعزمنا كتير لأنه جبنا عليلي هايدي الرحلة كان معنا عشرين سوتكايز فولف ميديكيشن بس خلصنا بيرها بيحمينا ما بقي منهم شي يعني عشرين متل عن نفهم عشرين حقيبة يمكن حقيبة سكستي باوند سبني باوند نعم تحتوي مجموعة أدوية وما بقي شي منهم لهالدرجة لهالدرجة شفتوا قديش في حاجة بين الناس دكتور وكاننا نحنا الأدوية هايدي المزمني مثلا لكليستر الأدوية لأصحاب الأمراض المزمينة للديابيديس للحيبرتانشن كل هايدي الأدوية نعم نعم دكتور اليوم من أية سنة أنتو بتقوموا بهيدا النشاط بلبنان؟ هيدا النشاط بلش كتير باللبنان من 2006 نعم من 2006 بلشت من هونيكي يعني الله عطينا أي أكتر سنة شفتوها هي حقيقة الشعب موجوع وبحاجة؟ من الثلاثة ثلاثة سنين آخر ثلاثة سنين أصعب شي نعم الناس ما فيها عن الماديكيشنز قديش بيأثر هالشي فيكن اليوم لما لبنان صدر للخارج قدمغة من الطب قدمغة من الصيدلينية قدمغة من المهندسين تجوا تشوفوا هالبلد موجوع حبة الدواء مش قادر يلاقي قدي بيوجع هذا الشي اليوم؟ كتير بيوجع بيوجع بحاجة بحاجة لنرى ما يشعر الناس يعني عن جد البلد اللي بيطلع منه دكاترة ومشاهير عم بيقدموا أعجيب للغرب في نسمية اليوم مواطني دكتور ما بيقدروا يوقفوا عباب مستشفى ما بيقدروا يفوتوا إذا ما عندهم يا مبلغ كبير وراهن يا واسطة كبيرة بأسرانس بضمان ما بعرف يعني عن جد شو الفكرة هيك اللي أخدتها لما بتتذكر اليوم أنه الطبيب يعني يطلق قسم وقت تخرجه بأنه أولويته هو الإنسان وعم بتشوف بالمقابل اليوم بلبنان الإنسان عم بيموت عباب المستشفيات أهم شيء بيقلهم للي بيسمعوني الإنسان إيمانو الدهوب وبعدين exactly the love you have to work with نعم أهم شيء هيدا هي الدعوة الروحية وقت اللي الله بدق على بابك اللي تم تفتح له كل شيء قلبك وتمشي معه حلو يعني هون عم بتشبه وعم بتنبه الطبيب الآخر أنه اليوم لما بيدق بابك إنسان موجوع هو ربنا اللي عم بيدق بابك أنت مش بس لازم تلتزم بقسمك إنما أيضا لازم تلتزم بالرب اللي عم بيدق بابك وطالب من خلال هالإنسان بصورته إنك تساعده شيء كتير حلو وكتير روحي وعميء اللي عم بتقوله دكتور لما ربنا يناديك لازم ترد على النداء حلو 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 كتير دكتور لأي متا مستمرين بوجودكم بلبنان أنا خلصت الدعوي المشوار بعد الضياع ورايح ريجع شغلي بكرة طيب في صعوبة شيء بمسجدكن على لبنان عم بتواجهوها انتو جايين على المطارات من حيث كمية الأدوية يمكن اللي عم بتجيبوها أو ما بعرف الخدمة اللي عم بتقدموها وبعدين بحب أعرف اليوم هالشي هيدا من حسبكن الخاصة عم بتقوموا فيه ما هيك؟ أكيد في الصعوبات بس نحنا نحنا قدرنا نفوت كل الأدوي حلو بس من قبل صارعنا مشاكل كبيرة وقت اللي كنا نجيب شيء أشياء كميات قوية ما قدرنا ندخلهم نحنا منطلب من المجتمع اللبناني أم هاللي إلو علاقة بالمزارة الصحة وأني إلو علاقة يقدر يسمح لنا نفوت الأدوي وقت اللي جيد نحنا نخدم شعبنا نعم هلو كتير أنا دكتور يعني ما بعرف شو بدي أقلك بجل الأمر اللي عم بتقوموا فيه الخدمة الإنسانية اللي عم بتقوموا فيها وعن جد يعني بنشكر أنه بعد عندكن ثقة القليلة بها الشعب البقي بها الوطن اللي للأسف يمكن حكاموا ووجعوه بالداخل قبل اللي عم بيوجعونا من الخارج اللي قصوا علينا بالداخل قبل اللي بيقصوا علينا من الخارج اليوم عم تجوا تتحسوا مع الإنسان بعد عندكن ثقة علماً أنه اللي صار باللبنان بيمنع المغترب اللبناني أنه يوسع بيجي بيقلك اليوم أنا عم بدي حط مصرياتي باللبنان بس مصرياتي ما رح يروحوا للناس المعوزين وللمشاريع الخيرية وللمشاريع الإنمائية كيف بتتعاملوا مع هذا الموضوع لما بتكون تشجعوا لبنانية مثلاً موجودين ببلاد الاغتراب أنه نحنا بنا نروح بمهمة لمساعدة الناس بلبنان هل بعض عندهم ثقة؟ إذا ما نحكي بالثقة الموجودة بالحيال الطبيعي إنه ممكن نحن نؤمن بحيات ومؤمن ببلاد الناس نعم 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 ما نقدر نفوتنا على لبنان نعم بس بالآخر تصليت لرب يعني تركت الأمر بين إيدات كنت عطلان هام أنك ما تقدر تفوت كميات الأدوية أو المساعدات على لبنان صح بس تحط الأمر بين إيدان ربنا كل شيء يبين فتح وهي رسالة إنسانية لأنا حلو وكتير أنا مبسطت كتير شوف كل الماديكال ستودنت نعم كل الحزام الطبي من كل المدارس طاقم الطبي نعم نعم والصيدليات والنورسات كل المماردات حلو شاركونا به الدعوة يلي فرحت قلبي وخلتني كافة حلو يعني لقيت إنه رغم كلها الظروف الصعبة بعد فيه نبطة خير بقلوب اللبنانية فيه رغبة بالمساعدة ورغبة بالمحبة حلو كتير دكتور حكينا عن الطاقم الطبي غير اللي حضرتكن جايبين ومعكن اللي أخذتوه من الجامعات ومن المستشفيات خبرني اليوم مين الجامعيات أو المؤسسات اللي تعاونت معكم بلبنان نحن أكتر شيء رحنا لكل الجامعيات الطبية وسققوا وقلنا له إنه عم نعمل هيد الخدمة وبعطولنا ما تعملت مع أي جامعية بس في مرات كتير منتعامل مع جامعيات مرمى نصور مع الكريتاس وكل الجامعيات اللي بيحبوا الخدمة نحن إيد وحدي لأنه إذا ما بنشتغل سوا واحد واحد وما فيه يعمل شيء نعم وهيدي الدعوة اللي أنا عم بشتغل فيه هلأ إنه كلنا سوا نشتغل لأنه لبنان بده مريكوز وإنه يمكننا إيجاد هذا من أجل مريكوز بشكل مريكوز حلو كتير دكتور كمان بدي ضوّع على نقطة حضرتك بشترك بالنعم بكل سنة يمكن نعم أنا على البوردو نعم في السنة الماضية نعم موجود يعني كعضو بين مجموعة النعم من آخر عشر سنين نعم وبيخدم كل شي بحاجة للنعم أنا موجود من أي ناحية الخدمات الطبية في خدمات طبية في خدمات رسالة للموجودين اجتماعية نعم اجتماعية ناخدت الـ young adult الـ professional نساعدهم نشجعهم هن لأنه our future حلو قداش تواجدك بالنعم بيعزز هيد الرغبة بالمساعدة والعكس لأنه أهم شي أنه نشتغل بكل إمام نعم ونشتغل بـ sacrifice وبضمير ودديكيشن وتضحية نعم وتضحية نعم وكل ما تشوف شي بنقدر نعمل ونتغيير للمجتمع ويكون رسالة للـ National Apostle Maronite نحن موجودين فيها حلو كتير في أي شي هيك بتحب تضويلي عليه ما ذكرنا بهاللقاء الحلو هيك لو كان لا ريلي أنا the main things I wanna tell you about one thing is our motto is faith in action محركم هو الإيمان نعم والفعل and also reaching out to the suffering and sharing the cure with them حلو حلو كتير يعني بتحكي يعني بتشارك الدكتور حتى لو على الصعيد المادة بتخبره بشو عم تمره يمكن تكتسب نطفة عاطفة أكيد دكتور سمعته كتير رغبة الشباب والناس بتاركها الوطن شو بتقلهم شو حسات وشو بتقلهم وأنت عشت الغربة هايدي كتير صعبة لأنه نحنا كلنا عم نتأمل نتقلم نعم من النزوح اللبناني وخاصة النزوح الطبي بس ما فينا نعمل شيء نحنا على طول كل ما فينا نعمله إنه خلي يكون إيماننا قوي وعلى طول خلينا نتطلع على وطننا وكل الوقت من برا فينا عم نقدر نساعد اللبنين أكتر من جوه حلو أنا بأعتقد خلاص لبنان إذا كان كل الإنسان دياسبرا بعندهم شوية إيمان وصلاة الجالي يكون عندها إيمان وصلاة نعم وهيدي بتكون هي الميركل للبنان ومع أنه اللبناني هوني ريزيليين دي أرب عين بطو وي هبتو كيب عين نعم إذا لمست الصلاة بقلوب اللبنانيين وحاجتهم للرب ولكن بتدعيهم للاستمرار بالصلاة ما يكتقبوا ما يفقدوا الأمل والرجاء حلو كتير الأمل الوحيد هو اللي بيوصلنا حلو إن شاء الله يبقى هالأمل دكتور لأنه مع هالمعاناة عن جد صار اللبناني هو ما بيعرف حاله غيروله حتى سقته بنفسه حتى هويته حتى مصوا بكرامته مصوا بأبسط حقوقه المدنية والحياتية أنا كمان بدي أسأل سؤال اليوم عم بتساعدوا اللبنانيين هون بمجدكن ولكن ماذا عن اللبنانيين الموجودين بالاغتراب؟ أكيد بيكونوا واصلين يمكن جديد ما بيعرفوا يتصرفوا ما بيعرفوا مدين روحوا يمكن ما بيكونوا مجهزين لعيش الحياة هوني كيف كفريق طبي كهم وكنام كيف بتساعدون وبتهتموا فيهم؟ سؤال حلو هدا أنا من 15 سنة كل الجامعية للبنان بيبعتولي تلميز ودكاترة وبحاول قدم فيه ساعدهم لأن الحالة هونيكي لا يرسلها سبيشالي هلأ يعني بيجوا على أميركا وبيجوا على عدة محلات ضايعين وكذا نحن علينا نرشدهم ونقملهم هاللي بدي أقدر نقملهم إياه سو عندي أنا هلأ بكتير ووصل مع كل الجامعيات من أمن يعني مثل تلميز نعم من أمن بتسهلوا وجودهم هونيك من حيث ساكن يمكن نعم 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 تلميز من هون بس يخلص عنده شغلتان لا يقدر يوصل بدي أعمل روتايشن نعم بعدين ببعد هيك ياخد إذا بيقدر ياخد ريسيرش بروغرام ده يقدر يوصل يعمل ريسيدنسي نعم هايدي عم نشتغل فيها وعم نحاول أدمى فينا ننتشر فيها بأميركا عندي أنا المؤسسة اسمها أمريكان ليميز مديكا أسسييشن نعم أنا بريزيدن حاول أدمى فيي اتصل بعدة شابتر بأميركا كل شابتر إذا ريسيع أدمى فيه حلو حلو هذا على سعيد التلميذ وعلى سعيد الناس مثلا هونيك اللي بيمرضوا يمكن ما عندهم ما بعرف شو السيستام اللي بتتعاملوا فيه هونيك بس يمكن ما عندهم إمكانية يتحكموا أو ما بيعرفوا أو ما بيعرفوا وين يروحوا كمان هل فيه اهتمام من هالناحية هايدي فيهون هايدي الناحية بتتعلق بكل المناطق فيه مناطق فيها شوية جمعيات وليبانيز كلاب وغيره بيساعدوهم بالسيئة هايدي بس نحن كامريكا الليبانيز مليكا أسسييشن أور فوكس اون هيمينيتاريين وورك أور فوكس اون شاعد هاتلميز يوصلوا للرزيدنسي وكل تبعا حلو دكتور ري هاشم أنا أول شي بدي حي وطنيتك ودموعك اللي شفتم بعيونك أكتر من مرة قديش بيدلوا عن هالوطنية الأصيلة والمتقصلة والمتجزرة فيك إنك انت وبالاغتراب ومؤسس حياتك عم بتفتش هاللبنانية كأخوة لإلك تما تتركهم بيواجعهم هني وهونيك وتتساعدهم لينطلقوا بالحياة هيدا بيدل قداش يمكن عنات لابنات حياتك ومستقبلك عم بتوفر عليهم المسافات اللي انت قطعتها وعم بتوفر هون على اللبنانية مسافات من الزل للأسف بدي أقولها هيك بهالطاقم الطبي اللي عم بتجيبه بهالجولات الطبية المتنقلة اللي عم بتقوموا فيها أنا بدي نحيي كمان إنسانيتك وروحك الحلوة وإيمانك الحلوة نحنا محتاجين لمين يعطينا دفع بالإيمان بهالفترة بالذات بشكر كل جهودك وأنا بتشكركم كلكم بالنورسات وبطلب من الكل يعملوا بس يمشوا مع الفيس والهوب يمشوا مع الإيمان والأمل ويشتغلوا بمحبة وحب هيدا العمل هو الوحيد المحبة يلي كل الناس بفهمة نعم حلو الحب واللغة كل الناس بس الحب موجود من إيمانك من قلبك وبيطلع المحبة تشارك مع الناس هيدا كل شي بدي حلو كتير أنا برحب فيك مرة جديدة وأكيد ضيف مميز دائما بنور الشباب أهلا وسهلا فيك شكرا لحضورك شكرا مشاهدينا مع هالجرعة من الأمل اللي أخدناها مع هالجرعة من المحبة اللي مبعا منحس فيها إلا من خلال الاغتراب أنا بودعكم على أمل أنه هيك شي نهار نرجع نفتتح حلقاتنا ونحكي عن ولادة لبنان جديد على كل الصعود أنا على الأمل هيدا بودعكم أكيد ملتقنا فيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة وعلا مقبل بحلقة جددة اهلا وسهلا بزديرة وتأكيد نفتح حلقة جديدة اشتركوا في القناة